طاصل وبåحد قبلك أكل واحد عن طبيعة أكبر لأ بدك المشP evenings طعا شوق شو حذبهم اوووووو چجارك يعنك كم عموت في لهم طلاعنا كتير شو هون طيب خواه جلبت لك ما لدحتك إيه روحواэт مرحباً أهلاً 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 لجوردن هذه الأسبوع أسبوع غير نحن نعرف الكثير من يتعرف أهلاً سنرى الأمور بلداني وننطلعك على كل محل في الأردن لترهي اتركوا معنا لإرادتنا أعرفكم على صخر الصخر الذي تعرفنا في مرة الماضية وإستقبلنا لديه في المنصف وأكلنا منصف بعائد وعائلته تستطل هذا المرأة أعرف جيناء على الأردن فأنا أجدنا أن أحضر كل شيء وأنا أجدكم سألوا جمعة بير كود أكتر جمعتين بير كود و هلأ أخذ فرصة جمعة أقيل لهم بالشغل إيه؟ أقيل لهم أنه أخذ فرصتي أقضي واحد معنا فمنقل لهم مرسي قبل ما نقلع لأنه بيستيها الكل الخير ومحضرنا شيء كثير كثير حلوم لأدى إكسايتمينت بيجين تست مارك شو ألتنا؟ حميس؟ ذاكتر على أكتر حميس بيجينة مارك تخيل أنه أجمع بالصفاء ولكنا نكتشف الكثير عامة وليوم شو عنا؟ الطبيعة بناء ومن برامنا مبرمنا أكثر من 120 فيديو واحد يتقلع لأكتر عن الطبيعة وأنها تناوليكم الأردن العين ليس كم إليها ناعدا من أساس من نوع التروية إلى عشية من السبعة إلى السبعة إلى الساعة عشر بالليل وشي كافيت صح 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 أنتو أدى نحن أدى يلا مشوار بيبلش هلا رح نوعدكم بفيديوهات ما حدا بالتاريخ كان مصورات رح نعط ليلتان بالأنتر كونتيننتل بعمل الفرست إكسوينيانس أو الفرست إمبريشن رائعة غزة منيح منيح لأنترى طويل كروسة نيتون كتير طيبين تعرف شو عملت انا انتوى من الحضير صورت عكاك هاي كده هاتفشيوني حالا صح حالا وصلت مارك عمانت عليه ورايح نرى قودة كتير حلو طال حالا على بيت هيد الجمعة عندنا هون طاولة الصفرة ومكتب الشغل المطبخ صغير مع حمام وبعتاد عندنا هون قودة النوم وحمام كتير 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 كبير جنون جنون ما بعرف شو هاي هاي مستفيد من التقص وبروح فتش عليها مارك 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 وين روح مستفيد من الأمام هالو 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 موسيقى بس اعتقدت بقول ارجانيك فيه انترناشنل سورتيفكيشن لازم تكون عنديها احنا تابعين للأي يو ريجوليشن شركة اليانية بتعملنا الاوديت سي سي بي بي فيه اصناف بتكون حساسة اكتر بدها مثلا نرطوبة اكتر بدها حماية اكتر من حشرات نضطر ان نزراها جو البيوت فيه شغلات تتحمل انها تنزرع بالارض المكشوفة فكان نزراها برا نحن عمل ارجانيك يعني انت ما تستعملوا مبيدات ما تستعملوا كيمويات مصبوط وشو بتستعملوا نستعمل زبل الغنام هلا مسموحنا نستخدم زبل الغنام لانه الغنام سارح بالاردن بسراح زيت النيم او زيت البردقان او زيت اللفت هدول شغلات مصرح انه نستخدمها فيه عندنا نظام سيركلر الجاج بياكل من منتجاتنا نستخدم الزبل ونبيع البيض واهم شي شو شفنا الكوسة ارجانيك فان فاديش بحب الكوسة وبرجر عبذكركم دايماً هو اللي ما بينكبوا هو اللي بتحطون طعام له فيهم تحشون رز والكوسيق مية قطية من الخيارة احنا هلق هور كمان عم نشوف شي كتير حلو عنا الزراعة العدوية اول شغلة في الانتر كرابينج يعني احنا عم نزرع كزة نبتة حد بعدهم وراءنا في النيلون نحطينه تحت على الكوسة حيث كمان بفرجة الهواء ما يضرب الكوسات وما يقلبوا ظهوره نحنا هون موقفين بين كيل كيل من نوع تانى عنا ارنبيط عنا كرامب عنا بروكولي كل هول هي ذات النبتة يعني اللي ما بيعرف انه الكيل والبروكولي والأرنبيطة والملفوفة وبعد فيه حتى الشودو بروسال كل هول ذات النبتة مش حتى ذات العيلة ذات النبتة الإنسان أصلا بازلة ناكل شمارة بازلة عليها بس بشكل صغير لا هيدا صغير بس يأخذ هاي بس شوف شو حلو اللي شوف إذا منقرب عليها ونشوفها اوش هي كانت زهرة وطلعت مية بالمية أورجانيك ايه هلا في شعر كتير مهمة نعم ليه بيزرعوا بازلة وهيك حيالا مطرح بالأورجانيك لما بتزرع بازلة وفول في بعض تير من هالعيلة بيقدر يأخذوا من الجاو الأزوت ويحطوا نيتروجين بالأرض شو بتزرع من بعدها لما انك مطر تسمت دايما بزرع بازلة بوقف برجع بزرع شيء وراها هذا اسمه هوني كفرجاينا الانتر كروبينج يعني كزا نبتة حد بعضهم هوني تزرع شيء من بعضه شيء أولا ما بتعود الأرض على أمراضها النباتات هي ذاتها وتانيا والأهم هول العائلة اللي مسميهم الليجيبيناز أفا بساي بازلة لوبيا بعدين فول كلهم بحطوا نيتروجين بالأرض وصلنا الحمدلله يعني عشر سنين عم نشتغل وقدرنا إنو نتعلم كتير فالأصناف الأساسية مثل البندورة والإخيار اللي كنا نواجه كتير مشاكل فيها هلأ عم ننتجها بكميات كتير أكبر من زمان وحتى إنو قدرنا نفوت بشغلات ما كنا نزراها زمان عم نحاول إنو نزراها لأول مرة مثل الزنجبيل، مثل الكركم، مثل الفول السوداني كرم جزر ماذا؟ زيتون زيتون طبعا بأكسباني شفت؟ كهول؟ شماندر كهول كم مرة شفتوا شيء وقت جعنك هلقدي كبير هلقدي بغزة منو مزعبر، منو مشكوك ماي واو طعمة الطبيعة كلها سوا واو أصيدك، لمني ليتلي سويت، سوبر ووتري ان جوسي وصلنا على جرش، كل العالم تتحدث عن جرش، عندك تامبلز وبضيعك بلاقيك عم تفتش بالخدار؟ ما هيدا الخدار هيك، أين ما كان زيت الشيء؟ سوف تتأكد انه يشبه مثل لبنان مطرح هاي متقرد صراعية صغيرة مخربتينه سو بيطلعون النباتات فيها نيكلون فيها نستفيد منهم للصحب نحنا في لبنان نحن نتحدث عن شيء اسمه تسليق موجود ذات الشي هون؟ نحن تعطيك مثلا، هيدا النبتة نحنا شايفينها كثيرا في لبنان اسمها شوك مريم وينما يحضروها من العالم باسمه ملك تسل هيدا من أهم نبتات طبية للكبط فتش هي هيك مثلا هون طبعا حكيمة سنان؟ طبعا حكيمة سنان ثم هيك عالطريق حد الزفتات، حد باركينج ملقين تصابقاهم شغلتين تلاتة فيهم تطبخون وتطبخون ومتعوشوا منهم أتنشى الطبيعي الغنية طلعت أني شفت هؤلاء الورق هؤلاء اسمه الفايدا كات هؤلاء ما يكون في رومان هنا يحفرون على المداخل خاصة ليقولوا أنه الرومان أطعمهم نحن في جرش أكيد هي معروفة للأسرات ومعروفة كرمال حفلات لكن هنا يجب أن نعرف أن واحدة من التسمية لكلمة جرش جاء من المنطقة التي يوجدها أجار اسم الطبيعة ثم هي من أكثر المدن التي من كثير زمان من 7500 سنة وكانت دائما دائما فيها وتنقت بسبب الماء والطبيعة هي التي خلت الرومان ينققوا هذه المدينة لا تكون مسكونة الشغلة كثير مهمة نعرفها أنه لفترة كبيرة جرش نسيوها يعني لأكثر من 10 قرون بطل حدا يعرفها لألف وستمئة رجعوا عن الجديد اكتشفوها وعرفوا أن جرش كانت موجودة وعرفوا أن جرش يرجعوا يدرسوها واحد يقول محل رومان كثير عظيم وكبير وقد نجرب نعمل تشبيه بين أبعالبك وما غير محلات أو بين الأكروبوليس كل محل فينا نقول عنه شغلة من الأشياء المهمة وبيناته أبعالبك عندهم أكبر حجرة بالعالم وهون عم نحكي به ممكن أكبر في تياتر كثير كبير وفي كمان مطرح الأحسنة كبير لا تخلص من هنا إلى رأس الجبل كل المنطقة هنا في كمان تامبل وراء في عنا المدخل كثير كبير وعام نحكي عن النباتات تقريباً تزيتهم 99% مثلك دياس كيامس أريس أو جيس كيام حقنا لوري باست في لبنان وموجودين هنا واو في الأفادرة كمان هون حشيشة الأزاز أو البرييتاريا واو في حتى ماتيولة هون كبير هذا جميل كبير 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 دائماً أنا بحب أدرسهم هذه الأورتكابلوليفارا هذه من أكثر نباتات تذكرني ببعلباك إذا نذهب إلى هنا ونرى اللاميوم التي جميلة زهرتها جميلة وأصلا عليها الأبيض من فوق حشيشة الأزاز عن جديد أسباري لهونيك وكل ما نصوى تحت زنزلختة نحن أكيد كأننا ببعلباك موسيقى نحن نذهب إلى مكانة الناس يجب أن نذهب إلى مكانة الناس لكن مارك ترى برات الحفة هنا لدينا ورق العريشة وعننا العنبيت لذلك كان عنا بمهمة الرومانية شغلة عظيمة مارك مش معقول تعرف كم عمود فيه هون؟ على قرينا يعني أنه فيه أكثر من ألف عمود ألف عمود؟ نحن من ساحة الأعمدة على شارع الأعمدة على طريق متل ما هي صخرة حد تانية أنا حيث حالي بصور أنجد هيدا الطريق الرومانية الكثير طويلة بتشبهدها موسيقى 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 من هون مبين درجة واحد عابلكم تشوفوا كيف يبين من فوق رح نجيب ونطلع لفوق موسيقى نعم بلها جاني طلعنا كثير بس مبينين السبعة بس كم حلو؟ انا مش عارف وين بدأتطلع اذا هيك ليك كم حلو؟ او على هول خبرني شكتش تشفت المنظر كثير حلو وبعدين منوصل على غنى الطبيعة يلي كثير منها ما بيطلع فيه شو شفت هون؟ مثلا هون لدينا بلاطة قريبة على الكاموميل هذه النبتة اسمها او ازاريون الحكول كلهم لديهم فوائد هون لدينا الاكيوم كل هذا الأصفر هو نوع من الخردل وهون كمان هذه الرفانوسة كثير قريبة على الفجل باد فيها سميلة كشمية غير بس الديه حلو الألوان بس الديه حلوة تشيل ورانا موسيقى اشتركوا في القناة جبتك عند الباني الحارس مستحيل تيجي على جرش وما تجرب لبنة جرشية جبناك على أحسن محل بيعمل لبنة وجبنة جرشية بجرش موسيقى 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 نحن نغليها بالمسكة والمحلب ومرات بتكون الجبنة مع القذحة تاعة الربيع سمار ونعاج وفي منها جبنة خضرة في ناس بتحب انها تاخذها الجبنة بتكون نية مش مغلية تكون جبنة خضرة يعني مش مغلية حليفها فما تتاكل إلا ما تنغلى فبعض الناس بيحبوا يخذوها بالكيلو أو بالكميات بشير يغلوها ويشتغلوها بجيبه هل هي جنة أساسية؟ هاي النفس النصافي بس هاي ميزتها انها بتنحط تيجي ناشفل الشارق ملك تغذلنا مدار سنة سنة ونصف ملعح منيح 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 بتضلنا؟ هاي بصير طرية هاي بصير طرية جبنة مغلية هاي بتكون جبنة مبسطرة قريبة للحلوم للعكاوي بس هاي بتيجي طرية للأكل طبعا هاي حليبها بنغلى وبعدها بتتصنع جبنة بسطرة ليت ملوحة؟ هاي بتيجي خفيف ملوحة كتير قريبة للعكاوي اللي لفتت نظره انه بتعملون شقف صغيرة مش بطلع عنا اولي يالله شو هون سات اپ عرس كامل اتنين فان ايت برادات تنين انا بس طايف 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 الفل فل 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 معك 25 ديئة فنحن طالما بمحل ومحل هاي المنطقة كلها سوى محمية رح ننزل انا ومارك ونشوف شو الأجواء بس طلعوا يعني المانجر الشافية العالم الماركتينج اللي تقف عن بيه او ماي جود اوكي نرجع مارك نطرني ونرجع لهم مارك ورانا في عنا كثير من السنوبر هذا السنوبر اسمه السنوبر الحلبي بس في كثير دراسات تقول انه المطرح مبلش فيه من الاردن ومزروع عشمانه سره وشربين نحن وطلعين قبل شفنا كثير على الطريق السنديان يعني عنا كثير كواركوسي اللي هني كمان اشجار مدترانيا منشوفهم وين مكان خنافة جيك شي كثير حلو كذلك تم عرفش علي كلها الافادرة من فوق اللي هي نبتة كثير رار وميزة وقديمة كثير منظر دغري لتحتنا منشوف خروبة يعني احنا كأننا في لبنان هون اكزاك لذات الطبيعة الطبيعة المدترانيا منشوفها بالكلة التيبكال فلورا تبعها كثيرا انتوني هون كمانا في شي نحن نسميه هيدا المنطقة هيدا هيدا الفورمسيون دائما بيكون فيها البلين يلي هي هيدا النبتة بيكون ملينة أوركيدز سنحن نحن نرجع بعد شي يمكن جمعتين ملينة أوركيدز بعرف ما رح تحب شو رحقول بس هيدا التوم البري هيدا اسمه أليوم بالطبيعة هيدا بيكون التوم بري بيطلع رواح له بالطبيعة أوقات بيطلع أوركيد هيدا لك ادي حلوة هيدا البلانتة هيدا اسمه أورنيتو غالوم هيدا تحت كيامة البصلة جدودنا وينما كان بالعالم كانوا وقت المجاعة يأكلوا من هيدا البصلة لقد قدوا يعيشوا هيدا هيدا حشرات هيدا بلانتة كثير حلوة هيدا اسمه إيريس أو سوصن هيدا أكيد فيها تكون أكبر هيرانيان غاريج حتى فيها عندنا أسبارج هاليونس هيا ترون هيدا سنوبارات كيف تضodo هيدا شي بنسميه انمورفوز لما الهواء يبيعطي شكلة لشجرة تظهر هون على صغير ليك أنه يحلوة في نبتة اسمه جعدة أو توكريم فوليوم هي هيدا هيدا هنا في نبتة لديه كثير طبية يخذهب الكثير البداو للسكر هاي المنطقة بتكون كتير رتش بالحشرات لك هيدا نوع من القبوت الداخله منظر كتير حلو كيف ما واحد جبرهم فيه خضار الشمس حلوى الرواق صوت الطبيعة والحصفير المعزة الغنم وبيو ديفورسيتي هو الأرواع من هيك وطلعوا تحت السد بيقولوا انه تقريبا لكل نوع نبات ببلد فيه خمس حشرات يعني بالأردن فيش 2600 نبتاريز يكون فيش 12000 حشرة يس 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 مارك بليز هاي شو مان انت بتروع على فرنسا تقريبا لك ملا دحك ايه انت بتروع على فرنسا لتشوف مثلا راسترون مشلون انا بدي شوف نبتة الأردن وعادة هاي رائر هاي ده كيف الأرز بلبنان هاي ده النبتة تبع الأردن اسمها The Black Iris وادمانا مهمة وقتا عملوا السيارة مانفاكتشرت كلها بالأردن مالك الأردني سيئة أصلا وصميها Black Iris للسيارة هي لازم تكون سودا سودا بس انه هلأ سارت عائخرة لانه ألقبانا نحن بزرورة لانه ما نرى هل سوف المتزرح نارسا هيا لا نمش نارسا لا لا نمشنا نمشنا لانه هلا سار وقت هاي ده الغدال عظيم لني اطرينو مزبوتا أخذوا نصه ساعة بساطروا الشباب كلها سوا رح نصوه تانكتشف سوربريز شو هي الطاولة بتحضروا وشو الاكل راح نأكلوا بنص طبيعه بنص هالريزوف أو بوتانيكال جاردين يلي ما بعتقد قبل حدا طبخ أو اكلهم عشان وحبا حسنا جوردان نحن قمت بنا على الجوردان نحن سنقوم بإفضلتك لكم اليوم التجاهلين تابع الـ Intercontinental Jordan سنقوم بجراش ستوك بجراش كأنه سنقوم بسيارة ونقوم بجراش ماشر ونقم بجراشmee من دانيال أوست كان لنا مرغنقا دانيال أوصت هو فلوريس في القتل ونقوم بلاقي족 ونقوم بلدانيات بنادورا سوف نضعك ميزات لبنانية وصالات من الأعشاب الأردنية أنتوني لماذا أرمش؟ فيما الصورة من فوق أحمد فكرت أن تصير طويلة كريمة تصير طويلة حسنًا مرحباً بالتأكيد مرحباً بالإهتمام مرحباً بالتأكيد وحمص من أطيب أن يكون حامده على الأد كريمة نستبعه على الأد بابا غنوج أو المدبل على الأد لمحمرة حراتة سويت نستبعه لبنة مرحباً لا نقول شيء مرحباً حسنًا والجاو في المطبخ ولا ألس من هكي عبالكم تلقوا نظرة شو صار جوا يلا من هون منفوت ضغر على المطبخ شوفوا الأجواء جوا قدش كانت حلوة رح نتعشى من بعده أنا ومارك نخلص نهار الكتير طويل لبلش ساعة ثلاثة الصبح لأنه هيدا المحل اللي انا محب كون فيه واليوم كمان عم اونرد ان نكون فتح لي المطبخ تنفوت ورح نطبخ ياس رح نطبخ لاتس جو مرحبا 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 بلو قولولي قدش مهضوم الظلم مش معقول حاسس النفس عم بيطلع من ديناك حاسس الديش بروفشنال يعني عم تطلع من وين مكين فرايد بين ورنشيرا وملع وفلفل وضارات المكسيكية وكيل والهلابينو هلا بنعملكم إياه رول هلا هو الشيكين صار جاهل نعمل كيورس إحنا نصلى اللي صديق اللي معي هون صور كين ها هكذا شافكة أني سفرت عم مكسيك اهلا بسالة فيك صح عم بسالة فيك عم بسالة فيك بأم بسالة فيك وشوية وكاموني وكامون وكاموني وكاموني ما نفعله هذه الآخر نعم فعله شامس مستر رائعي بكرة نهار شديد ساعة سبعة في المطبخ بتروية ان شاء الكم بصبتوا بيديا نهار انت قدر ايه الان مبسود بفرمة العروس بس انو ماذا او سانوا احاولنا المبادئة أبطل حان هان بيعتينا نعم والقدة لزيب ندوك الى في راجب غير محطة ما حلوب مطاعتنا عمود أبي سئوز سئوز لقد ضغطته ولا لا هلأ أنا أصور أهلا أنا أصور أصور ليك أبوت هاره